اجرات المختار صرنا من الأمم من قابلها كنا في راقدات العدم قد هاجر المختار مستخفيا في الغار لم يغفر الكفار بالطاهر العالمين من هجرات المختار صرنا من الأمم من قابلها كنا في راقدات العدم وعى الشاش الحمام كيب عيد الذئام عن سيد الأنام فانظر إلى الحكم من هجرات المختار صرنا من الأمم من قابلها كنا في راقدات العدم إذن مرة أخرى منشكر فرقة الترمذي اللي موجودين معنا ورح يتواصلوا معنا إن شاء الله لنهاية الحلقة أما الآن ننتقل لموضوع رح نتحدث فيه عن الحكم والعبر والدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة هالموضوع له أبعاد إنسانية وأيضاً له أبعاد روحانية وأيضاً كيف نستطيع أن نتعلم من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة الهجرة طبعاً لحتى دائماً نقتدي بأخلاقه وبصفاته رح نتحدث أكتر عن هذا الموضوع مع الدكتور عامر ألحة في أستاذ الأديان في جامعة آل البيت صباح الخير دكتور صباح الخيرات أهلاً وسهلاً فيك وكل عام وانت بقى خير بمناسبة رأس السنة الهجرية وأنتم بخير أهلاً وسهلاً فيك يعني زي ما حكينا دائماً نحب نتعمق أكتر ونفهم أكتر الحكام والدروس والعبر المستفادة ونتحدث اليوم عن هذه المناسبة الدينية وهي الهجرة النبوية الشريفة يعني كيف دائماً كيف نقدر نستفيد من المناسبات الدينية وإحنا اليوم نتحدث عن الهجرة النبوية بتوصيل الرسالة الصحيحة من الدين صحيح بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم وعلى المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه شمعين أبارك لكم والأردنيين جميعاً وللأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي بدأت تاريخ الإسلامي منها والتي فعلاً نفخر بأن نكون جزء من هذه الأمة التي علمت البشرية وأضافت وأفادت أختي الفاضلة يعني التعامل مع المناسبات الدينية هو التعامل مع الدين والدين هو مؤثر في حياة الشعوب يعني في القديم قالوا قد يكون هناك أمم بلا فنون بلا هندسة بلا طب ولكن لا يوجد أمة بلا دين أثر الدين في حياة الإنسان أثر كبير جداً وبالتالي لا بد أن نوظف هذا الدين بطريقة صحيحة لأنه إن لم يتم توظيف الدين بطريقة صحيحة سيتم توظيفه بطريقة خاطئة لأن الكون يأبى الفراغ ويرفض الفراغ وبالتالي هذه المناسبات الكبيرة والجليلة مثل مناسبة الهجرة ضرورية جداً أن نصل إلى مفاهيم الناس إلى ثقافتهم حتى نعلمهم بأن الهجرة ليس فقط مجرد حدث جغرافي انتقال من مكان لمكان مش قضية حدثت في التاريخ قبل 1430 سنة وانتهينا وإنما هي أيضاً لها دور في المفاهيم لها دور في الرسالة لها علاقة بالمعاناة التي عاشها المرسلون لم يكن النبي وحده فقط هو الذي ترك وطنه ورق ابن نوفل عندما ذهبت خديجة رضي الله عنها وأخذت بيده وهو خائف يرتجف الفؤاد فقال سيخرجك قومك قال ومخرجيهم قال نعم وبالتالي هذه رسالة كل إنسان صاحب مبدأ لا بد أن يتوقع أن هناك صعوبات في الحياة فكيف نواجه هذه الصعوبات كيف نصل في النتيجة إلى الغاية إلى النهاية السعيدة قصة الهجرة هي قصة جميلة جداً لنتحدث عن قصة ناجحة عن إنجاز كبير تم تحقيقه مكة التي أخرجت هذا الإنسان وأصحابه الذين كانوا في غاية البراءة وفي غاية الصدق والإنسانية لم يؤذوا أحد لم يدافع عن أنفسهم وبعد ذلك عندما عادوا بعد ثمان سنوات كانت النتيجة رائعة جداً دخلوا ولم يؤذوا أحد من دخل بيته فهو آمن من دخل البيت الحرام الكعبة فهو آمن وبالتالي ثمان سنوات النتيجة كانت رائعة جداً النهاية كانت سعيدة طيب إذا نتناخد بعض معاصر لحادثة الهجرة النبوية الشريفة بحذافيرها يمكن إذا نحكي إذا بدنا نقارن هذا الموضوع يمكن إلى حد ما بالأردن نحن في الأردن الآن كبلد يستضيف أو أكثر بلد يستضيف اللاجئين أو إذا بدنا نقارنهم بأحداث الهجرة النبوية الشريفة بنقدر نحكي عنهم المهاجرين صحيح فكيف منستطيع أو نتعلم من الحكم والعبار من الهجرة النبوية الشريفة ونطبقها في العصر الحالي ومع الأوضاع اللي إحنا عم نعيشها في عصرنا الآن بالضبط يعني إحصائيات مرعبة أحياناً عندما نجد أن 50% من اللاجئين في العالم هم مسلمين من دول إسلامية وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج لهذا الإنسان اللاجئ الإنسان المهاجر الذي خرج من بلده وهو يحب بلده والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت الإنسان روحه حتى ما حب الوطن أهم من الأرض أهم من التراب وبالتالي هي عزيزة عند الله يقول لنا القرآن الكريم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها الهجرة والبحث عن مكان آمن الإنسان يبتعد فيه عن الموت والدمار والهلاك هي فريضة شرعية تؤكد أن الروح عزيزة عند الله عز وجل وبالتالي النبي يجب أن نرى سورة النبي في عيون كل مهاجر كل لاجئ لا يجوز أن نستهزئ أهل الطائف عندما ذهب النبي للهجرة وبالتالي لا بد أن نعرف أنه كان هناك هجرة أيضا للحبشة والنجاشي استقبل المسلمين أكثر من سبعين مسلم استقبلهم النجاشي هذا الملك المسيحي العادل فالنبي والصحابة كانوا لاجئين ومن يؤذي لاجئا كأنما يؤذي صحابي كأنما يؤذي النبي هذا الإنسان المجروح هذا الإنسان الذي فقد وطنه والوطن ليس شيء بسيط الوطن هو الأكسجين الذي نتنفس به الوطن هو الحنين هو الطفولة هو الأسرة الوطن هو الحياة وبالتالي هذا الإنسان الذي يضحي بوطنه التضحية من أجل حياته حياة أبناء وأطفاله حتى يجد مكان آمن يعيش فيه لا بد أن نحترم هذا الإنسان لا بد أن نقف معه بالنهاية هو ليس سعيد بأنه ترك وطنه واضطر أنه يهجر من مكانه فنجمع مصائب أخرى عليه إذن الأردن نحن نفخر أننا في وطن رغم كل العواصف التي تحيط بنا ما زال شامخ والحمد لله لا يوجد لدينا الحمد لله هذه الأمراض وهذه الصراعات التي أحاطت بنا والتي أيضا نسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يكف هذا البلاء عن أهلنا في سوريا وعن أهلنا في العراق وأن يهجروا الصراع وأن يهجروا الطائفية وأن يهجروا الفئوية والحزبية التي أوصلتهم إلى هذا الحد فالهجرة إذن واللجوء والبعد والاغتراب عن الوطن أعتقد كل هذه المعاني موجودة ومتضمنة في هذا اليوم وفي هذه المناسبة نعم إذن تناولنا هنا البعد الإنساني إذن نتناول أيضا البعد الروحاني ومنه نستفيد من العبر التي تعلمناها من الهجرة النبوية الشريفة فشو هو البعد الروحاني في الهجرة؟ يعني أكيد أن الجانب الروحي في الإنسان هو أهم ما في الإنسان الإنسان لا يمتاز عن بقية المخلوقات لا بقوة جسدية ولا بقوة نظر ولا بسرعة عدو وإنما يمتاز الإنسان في الحقيقة بروحه بسموه الروحي برقيه الروحي هذه الروح إذا لم ينالها نصيبها من الدين ستتحول إلى نفس خبيثة إلى نفس تبحث عن مصالحها الضيقة والمحدودة ولذلك نحن بحاجة إلى تدين روحاني هذا التدين الروحاني الذي يرتقي بالإنسان وكلما ارتقينا التقينا البشر كلما التقوا سيلتقوا أما أن تقول لي أنا هذا سلفي وهذا صوفي وهذا سني وهذا شيعي وهذا مسلم وهذا مسيحي وهذا هندوسي إذا كانت هذه الأديان ستزيد من فرقة البشرية لن تكون هذه الأديان من الله الأديان نعرف هذا الدين أنه من الله عندما يقرب القلوب عندما يرتقي بالأرواح وبالتالي الهجرة في أيضا من معانيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف المهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده يعني شوف كيف الأحاديث تحاول تعطي المجاهد من جاهد نفسه يعني كثير من الناس عندما يتوقفوا عند المفاهيم السطحية والمادية كلمة مسلم يعني أنت لازم تكون عندك شكل معين لازم تقول فقط أنه أنا أصلي أنا كذا في شكل للأسف نمطي من التدين فهم نمطي كذلك الحال الجهاد لا بد تحمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاب من الصحابة يخرج من بيته شاب مرتب وقوي ونشيط فالصحابي قالوا لو كان خروجه هذا في سبيل الله لو كان هذا الشاب يطلع يقاتل فالآن يأتي موضوع المفاهيم الغلط قال لو كان يخرج ليطعم أعياله أبناءه فهو في سبيل الله لو كان خرج ليكف نفسه عن الحرام فهو في سبيل الله لو كان أجل العلم فهو في سبيل الله بالضبط يعني أنتوا بتفكروا الإنسان في سبيل الله بس يحمل سيف ولا يحمل عصاي ويطلع فهذا النوع من تغيير المفاهيم طريقة التفكير أبو بكر الصديق سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول من جرى ثوبه خيالاء فهو في النار فأبو بكر قال يا رسول الله أنا ثوبي طويل قال لست أنت يا أبو بكر أنت نفسيتك عالية وانت روحك مختلفة إذن أنت لست مغرور ولست متكبر هذه البنية الروحية والنفسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها المهاجر عندما يترك كل شيء هو إنسان راقي مستعد أن يترك بلده يضحي من أجل قيمة سامية جدا من أجل أن يحافظ على حياة أبناؤه من أجل أن يربيهم تربية صحيحة من أجل أن يعطيهم معنى الحياة الصحيح يحمي أبناؤه كمان يعني ويحمي نفسه ويحمي أبناؤه وبعد ذلك يعود لأنه ليس المطلوب الهجرة بمعنى الهروب من المسؤولية نحن لا نهاجر من أجل أن نرفع أيدينا وبالتالي نستسلم نحن نهاجر من أجل أوطاننا وبالتالي الآن عندنا مثلا سبع ملايين مهاجر فلسطيني في أنحاء العالم سبع مليون فلسطيني يعيشون خارج فلسطين المحتلة هؤلاء في كل يوم يتذكروا فلسطين في كل يوم يجب أن يتذكروا فلسطين ويتمنوا اليوم اللي برجعوا فيه إلى فلسطين ويتمنوا وقت العودة لهذه البلدان لا من أجل أن يقتلوا أحد ولا من أجل أن ينصفوا حسابات من أجل العيش بسلام وبروحة لأننا لو كنا نقتل وهم يقتلون وننتقم وهم ينتقمون ما هي القيمة التي نعطيها؟ قتل مقابل قتلة أنا أعتقد أن الإسلام في جوهره اذهبوا فأنتم الطلقاء أن الإسلام في جوهره رحمتي سبقت غضبي وبالتالي كل هذه المعاني نجدها في خاتمة الهجرة بعد ثماني سنوات يعود هذا النبي وأصحابه يعودوا إلى نفس الديار نفس الشوارع نفس البيوت لينظروا إلى الكعبة التي حرموا منها فترة طويلة ليقولوا من دخل بيته فهو آمن ليقولوا اليوم يوم المرحمة وليس يوم الملحمة لم نأتي لنقتل أحدا من طائفة أخرى على الرغم من أنهم أذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاولوا أذيته وحاولوا قتله يعني إلى هذا الحد ولكن النبي كان متسامح وكان رحيم معاهم بالنهاية لأنه هجر طبعا مفهوم الانتقام وهجر مفهوم الكراهية وهجر مفهوم التكبر على الناس وبالتالي كان متواضعا لهم كان محبا لهم فأصبحوا يدخلون في دين الله أفواجه عوضا عن الهروب من الإسلام قبل شهر أسمع في الأخبار ثلاثمائة كردي سوري يهربوا من عين العرب هذه العين التي للأسف الآن أصبحت جريحة يهرب الناس ممن يهربون؟ من الإسلام؟ من المسلمين؟ من الذي يقتلهم؟ وبالتالي آن الأوان نحن لنا كأمة عربية وكأمة إسلامية أن نفقها المعنى الصحيح للتدين ولذلك هو جزء من عملية الإصلاح التي نبحث عنها في هذا الوقت ختاما دكتور عامر دي أتشكرك شكرا إليك على هذه المعلومات القيمة نتمنى أن الرسالة تكون وصلت لجميع الأشخاص الذين يتابعون الآن رسالة الإسلام والرسالة المنشودة طبعا بالنهاية من الإسلام وتشكرك أستاذ علم الأديان في جامعة آل البيت الدكتور عامر الحافي وأكل عام وانتبعوا في خير شكرا إليك ترجمة نانسي قنقر